هل كل ما نعرفه عن تاريخنا القديم والحديث وما يتصل بقضايانا المصرية هو التاريخ الحقيقي أم هو التاريخ الذي كتبه المستعمرون وأصحاب المصالح مع المؤرخ والكاتب الدكتور وسيم السيسي يعني الأراء في التاريخ شيء والوقائع التاريخية شيء سينا في التاريخ المصري ماذا تماس؟ هي طول عمرها جزء من مصر وطول عمرها يعني بتعتبر الكنزة بتاع مصر من الأول لآخر عن التاريخ بين الحق والحقيقة ومحاولات التشويه الأهرامات هل فعلا كما سمعنا أنه اليهود هم من بي ساهموا في بنائها؟ الأهرامات مبنية قبل ما جي إبراهيم عليه السلام بألف ومئة سنة وهي في الحقيقة أكتر من كده بنسمع حاليا عن هجرة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل هل ستتنامى؟ وعشان كده أنا بقول إسرائيل دي ما هي شرط إسرائيل هي قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية ما ستتوقع في الأيام القديلة القادمة لأنها خطيرة هي مصعبة على غزة وعلى مصر كمان أيضا هي أكتر واحدة يعني إنما يعني المحصلة النهائية تبقى درس لإسرائيل حوار جديد هل ما نراه على أرض فلسطين من عدوان مستمر لطرج شعب من أرضه هو فقط محاولة اغتصاب أرض من أصحابها أم فصل جديد في جريمة مستمرة منذ 75 عاما لسرقة التاريخ حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى ترجمة نانسي قنقر